احنا النهاردة هنحاول نتكلم في موضوع بلاش نتخاني فيه أنوان حلقتنا يا جماعة خلوني أشرح اللي بيحصل فيلم منتشر وطلع ونزل والناس تفرجوا عليه وبيحكوا لي ان الفيلم ده عبارة عن واحد بيقول أنا يعني ملتزم الاستزام بتاع الإسلام الوسط الجميل هو بيقول كده في الفيلم وان التزام الوسط يتوت عادي المهم ان هو بيقول لبنته الحجاب مش فرد وده الكلام أنا مليش جعب اللي بيحصل في بقية الفيلم ومش عارفة مين بتغني ومين بتعمل وأديان بص أنا ليا المستهدف هم قد كده الناس بتكره الدين يعني هو قد كده الناس دي الناس دي ايه دي يعني الناس العلمانية مكتوب في البطاقة مسلم وخلاص كاتب الفيلم دوت ولا ولا اللي بيعمل الكلام ده وإيه المستهدف ان يتنشر فيلم زي ده في الوقت اللي احنا في الوقت اللي بنقول لسه الناس بترجع إلى الله سبحانه وتعالى لسه الناس بترجع لربنا سبحانه وتتوب وتعود لربنا وانا عدت لو انتوا فاكرين السنة اللي فاتت والسنة القبلة سبحان الله ييجي في نفس الوقت كل سنة وفي نفس المعاد مصيبة جديدة تحصل ويتحضوا يعني ما هو معلوم من ده فرض ده فرض فرض لم يختلف على الحجاب ائمة العلماء كلهم كل العلماء كل الفقاء محدش يختلف على فرضية الحجاب يعني فرضيته ان هو فرض على المسلمة مفيش من حد من العلماء ولا الفقاء ولا حد طلع من المحدثين ولا المجددين قالك ان هو لا الفرض بتاعهم ده مش فرض الا الايام الغبراء السوداء اللي احنا فيها دلوقتي اللي كفيها فتنة كالفتن الليل والنهار مظلمة فوقها بعضها فوقها بعضها يعني انا سبحان الله بقول العالم ديت ايه انت دلوقتي عامل فيلم علشان تقول فيه للبنات وتوصل فيه رسالة للجيل الحجاب مش فرض يا سبحان الله وتتصرف الملايين وتشيد الكاميرات واستوديوهات ودفع وكذا وكذا وكل الحاجات دي علشان تضحط في البخاري ومسلم وتقول لك مال بتؤمن ده رأي رأيك ايه لان حاولوك دلوقتي امتا يعد بالرأي انك تعمل برأيك اصلا في القرآن ولا لا امتا ينفع انك تقول رأي في القرآن ينفع نفسر ينفع نقول ده الواحد بيستحي يستحي بس هو بيتكلم مثلا عن خطرة ولا عن حاجة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام نقول يعني من باب التسكرة ومبكز لكن نيجي نفتي في الدين حنيجي نفتي بقى والكلام ده لا طبعا موضوع الفيلم ده موضوع كرسة من الكوارس انا المستهدف اللي عندي واللي هم عايزين يعملوا والحاجة اللي انا مش قادرة اشوف غيرها ده بيهدوا في اصول الدين ده بيهدوا في عقيدة ده كل فترة يطلعوا لنا كده بحاجة يلا مش عارف ايه الحجاب مش فرضي يلا مش عارف البوس حلال البوس بين الولد والبنت والرأس من اللمم استغفروا عليه ده استغفروا ده حاجة مش عادي يعني الاختلاط حلال اني مش عارفة الستة تعمل ايه في زوجها حلال ونحلال ونحلال انا مش فاهمة العالم دي ايه انا مش انتو مش نقصين اوه مالي هو يعني هو البلاءات والوباءات دي جتل يا جماعة توبوا الى الله يا جماعة ده وقت توبة انا والله من المنبر بيوت منورة ده بدعو كل واحد بيعد بيقول يقول لك انا اعمل في دماغي وفكر كده وطلع لي كده فكيرة وفكر اللي عايز اشتهر يسب الدين اللي عايز اشتهر مش عارفة يقشتم في النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا الله اللي عايز اشتهر يقصر في اصول القرآن ايه كلام ده ولا يجيب له البخاري ومسلم كلام ده مصح يا جماعة الراجل ده يعني انت ذكرت بقى انه مش فرق ان الحديث بتاع السيدة اسماء لم يرى منها وجهها الوجه والكفيس اذا وزاك اذا بلغت المرأة المحيد يا اسماء فلا يجوز لا يظهر منا اشارة الى الوجه والكفيس حديث ضعيف طب فين بقيت الحديث النهاردة جايب لكم الاحديث بالاسند بالاسند عشان بص الايه الناس اللي بتلعب في الدماغ لم يذكر الحديث اللي ذكر في صحيح البخاري ومسلم لما نزلت اية الحجاج خرجنا نساء الانصار كأنهن الغرابي بالسود على رقصهم الطير قطعوا مروطهن كده شقوا المروط حديث صحيح وسندوا كله صحيح وحطوه لفوا بيهم كأنهم غرابي بسود لما سيدنا ابن عبدالله ابن أم مكتوم دخل وخبط على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورساله السلام قال للزوجتين احتجب قالتها هو أعمى يعني هو كفيف يعني مش بيشوف قال أفعم يويتان أفعم يويتان أنتما وانتو كمان عم لا احتجب الحرب الآن يا جماعة حرب غزو فكري انتو عارفين يعني إيه غزو فكري الحرب دلوقتي فعلا كده اسمها حرب فكرية مش بس حرب بيولوجية زي كورونا لا اسمها حرب فكرية يعني إيه حرب فكرية يعني واحد يدخل يلغبط لك فكرك يلغبط لك دماغك ولا حول ولا قوة إلا بالله على الناس ديت ومنهم لله والله وحزبي الله فيهم بيقولوا على رجال الدين ولا ده بيقولوا رأيهم ده البخاري ده واحد بيقول رأي وده بيقول رأي وأنا كمان يا حق لأنا من الجاهل اللي قال كده من قال إنه أي واحد من أهل الدعوة من أهل السنة والجاهل من أهل الفتوى بيقول رأي أنت عارف عشان تقول رأيك في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الاستنبطات عشان تقولي الكلام ده وتتكلم في تفسير القرآن في شيء برأي ما فيش حاجة من رأيك ما فيش حاجة من دماغك لازم على الأقل وفق خمسة عشر علم متقن بأقوال الصحابة وقبل أقوال الصحابة قال الله قال رسول الله معاني اللغة العربية معاني النحو والصرف معنى الحديث الأسانيد يعني المفسر اللي بيفسر معاني خمسة عشر علم من العلوم الكرآن لابد إنه هو يتقنها عشان يتكلم في معنى الكلام الله ومعنى الكرآن إيه الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى إن كل واحد مالوش إن هو يقول اللفظ حتى وهو بيقول اللفظ الكرآني الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حتى وهو بيعطي اللفظ الكرآني لا ما تعجلش به ما تعجلش بالكرآن والرسول عليه الصلاة والسلام لما بيأخذ بالتفسير وباللفظ لازم نرجع لكلام ميه لكلام ربنا سبحانه وتعالى جماعة ما نسيبش الناس كده يتكلموا خلاص دول لا يفقه شيء والله لا دا دا نرجع لكلام البصير نرجع نعوذ بالله من كلام العميان بقى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر